اشتركوا في القناة هي حكاية الكون والبشرية من البدء إلى قيام الساعة عمرها يزيد عن ستة آلاف عام كتبها العرب الأولون الذين أسسوها بالدم المقدس ولا يزالون ولكل من مر عليها قصة معها تحتفظ بها كونها السيدة الأم فهي الرواية الأساس ونحن رواتها وسدنتها وحراسها لأنها المفرد الذي بصيغة الجمع والاسم الذي بصيغة الفعل وهي البداية والمنتهى وهي عاصمة عواصم الكون وأهم حواضره على الإطلاق وهي حرف أبجدية البسيطة ولغتها الأتم لقد حفظ القرآن الكريم المكانة الدينية للقدس الشريف حينما جعل الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى المبارك آية من آيات القرآن الكريم تتلى إلى يوم الدين آية مصطورة في القرآن الكريم محفوظة في صدور المسلمين وهي تحفة معمارية من آيات المعمار الإسلامي العظيم إنه المسجد الأقصى المبارك هي القدس تحمل صلوات المؤمنين والخاشعين وترفع الدعاء من الأقصى المبارك إلى السماء فترى المكان بكل تفاصيله يفيد قداسة تعالو كالضباب إلى السحاب ويصير بركة وصلاة سماء ويصير بركة موسيقى تعد مدينة القدس من أقدس مدن العالم على مر العصور وهي المدينة الوحيدة التي تتعلق بها أفئدة أتباع الديانات السماوية الإسلام والمسيحية فلها مكانة عظيمة في قلب كل منتسب لهذه الديانات لأن الله سبحانه وتعالى أراد لها هذه المنزلة العظيمة وقد تشرفت هذه المدينة إلى الشرف الذي وهبه الله لها بحياة عدد من الأنبياء والرسل على أرضها المباركة واختيارها لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى هي وكل أرض فلسطين أرض مباركة فهي تحتوي على أجساد العديد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهداء وكفى به شرفاً ومكانه ومما زادها شرفاً اختيارها لتكون المكان الذي عارج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن أسري به إليها من مكة المكرمة فشرفها بأن وطأ ترابها وصلى في مسجدها الأقصى المبارك إن القدسة إضافة إلى أهميتها القصوى فإنها كانت موطئ قدم للسيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومنها حدثت تبشيراته وإنجازاته التي انطلقت معظمها من المدينة المقدسة وفيها عذب وصلب حسب المعتقد المسيحي حيث يتصابق مسيحي العالم من أجل الوصول إلى مدينة القدس لما تشكل من أهمية عظمى لديهم ففيها كنائس لمختلف الطوائف المسيحية حول العالم أن مسيحيي الشرق والغرب ومن كل حب وصوب يأتونها حجيجا ويقصدون الكنيسة الأولى بالنسبة للفلسطينيين ألا وهي كنيسة القيامة التي منها سار السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فالقدس هي المكان المخصص لحجيج مسيحي العالم خاصة في يوم أحد القيامة يوجد في القدس أكبر عدد من الكنائس حول العالم ويوجد فيها مائة وثمان وخمسون كنيسة لمختلف الطوائف فكل الغرب والشرق ينظر إليها بأهمية كبيرة ولا بد أن يكون لمثل هذه الظاهرة الحضارية الفذة أسباب ومبررات هي سر خلودها واستمرارها آلاف السنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هناك حقائق وعبر كثيرة يستطيع المتأمل أن يستخلصها من هذه الحادثة العظيمة التي كان من أهم أهدافها إظهار مكانة القدس عند الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن تكون الرحلة إلى السماء مباشرة من مكة أو من أي مكان آخر ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربط المسجد الحرام في مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى المبارك في القدس في المكانة والقدسية كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يربط القدس والسماء فلم يصعد عليه الصلاة والسلام إلى السماء إلا من القدس وكأن القدس هي الباب الوحيد الموصل إلى السماء ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى أرض المحشر والمنشر يوم القيامة فيالها من مكانة عظيمة تلك التي تتمتع بها القدس ولمعرفة حقيقة البركة التي اتصفت بها القدس التي وردت في قوله تعالى الذي باركنا حوله أن هناك نوعين من البركة التي منحها الله سبحانه وتعالى للقدس بركة مادية وبركة معنوية روحية فالمادية تتمثل في الأنهار والأشجار والثمار والزرع بأنواعها فهي أرض الخيرات والأرزاق والبركات وأما البركة المعنوية فلكون القدس مقراً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبداً لهم ومهبطاً للوحي وموطناً للعبادات أن الله سبحانه وتعالى قال باركنا حوله ولم يقل باركناه أو باركنا فيه مع أن الحديث عن المسجد الأقصى المبارك لأن باركنا حوله أبلغ من أي لفظة سواها يقول الطاهر بن عاشور وحول يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف حول إليه وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالأولى لأنها إذا حصلت حوله فقد تجاوزت ما فيه أما الإمام البقاعي فقد فسر كلمة حوله تفسيراً آخر فقال حوله أي لأجله فيما ضنك به نفسه فهو أبلغ من باركنا حوله ووجه تسمية المسجد بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام بمكة المكرمة وطول المسافة التي بينهما فالأقصى أي الأبعد فهو أقصى وأبعد بالنظر إلى من بالحجاز وقيل سمي الأقصى أي الأبعد لأنه لم يكن وراءه حينئذ المسجد فهو أبعد المساجد بين مكة المكرمة وأكان بينهما مسيرة أكثر من شعر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى المبارك وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتينا في بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه صلاة فإن صلاة فيه كألف صلاة قالت أرأيت إن لم نطق أن نتحمل إليه أو نأتيه قال فاهدين له زيتاً يسرج فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أهل بحجة أو بعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر أو وجبت له الجنة وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنوب فقد كان بيت المقدس هو أول قبلة للمسلمين منذ أن عرف الإسلام ونزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وظل بيت المقدس هو قبلة المسلمين خلال المدة التي ظل بها الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة وأقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلتين عند قيام الصلاة فكان يقف بينهما ويجعل الكعبة الشريفة جهة الجنوب وبيت المقدس جهة الشمال وبعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يستطع استكمال ذلك الوضع ولذلك قام بتوحيد قبلة المسلمين نحو بيت المقدس وقد ظل المسلمون يتوجهون نحو بيت المقدس منذ هجرتهم إلى المدينة المنورة لمدة سبعة عشر شهرا وبعد ذلك تم تغيير قبلة المسلمين لتصبح الكعبة المشرفة بيت الله الحرام بمكة المكرمة ولذلك فبيت المقدس له أثر عظيم في نفوس المسلمين فهو أحد رموز الإسلام الذي بدأ عليه كما كان أيضا أحد الشعائر الإسلامية المهمة والعظيمة للمسجد الأقصى أسماء عدة ذكر الزركشي منها سبعة عشر من أهمها مسجد إلياء وقيل في معناه بيت الله بيت المقدس بفتح الميم وإسكان القاف أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب والمقدس المطهر البيت المقدس بضم الميم وفتح القاف والدال المشتدة أي وتطهيره إخلاءه من الأصنام وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ومدى أهميته تبلغ مساحة المسجد الأقصى المبارك قرابة مائة وأربعة وأربعين دنما حيث يشمل قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى مئتي معلم ويقع المسجد الأقصى المبارك فوق هضبة تسمى هضبة موريا كما تعد قبة الصخرة المشرفة أعلى نقطة في الحرم الشريف حيث تقع في موقع القلب بالنسبة له منذ تاريخ وقوع الشطر الشرقي لمدينة القدس في قبضة الاحتلال الصهيوني في حزيران عام 1967 وأصل المحتل غيه وسعيه المحموم والحثيث لمحو الخالطة الحضارية والدينية لمدينة القدس عامة والمسجد الأقصى المبارك خاصة في تحدي لا يعبأ بمشاعر أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية ولا يحترم القرارات الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة فعبث بمحيط المسجد وباطن أرضه ونكل بقاصديه والمدافعين عنه واقتحم ساحاته ودنسها بإقامة حفلات الرقص والمجون ومنع الوصول إليه والصلاة فيه وصار مقصداً لمن أراد من قادة الاحتلال أن يشحن الأجواء لارتكاب المجازر كما فعل أرييل شارون في الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول عام 2000 ما أشعل فتيل الانتفاضة الشعبية التي حملت اسمه إن المتابع للسياسة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى والمصلين يدرك تماماً حقيقة ما ترمي إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف دائم للمسجد الأقصى هو إحكام السيطرة عليه وتجريده من طابعه الإسلامي المحض زمانياً ومكانياً ويدرك تماماً أن المسجد الأقصى في خطر داهم سيبقى المسجد الأقصى المبارك عنوان ثباتنا وصمودنا ومرابطتنا في أرض الإسراء والمعراج والمحتل إلى زوال ترجمة نانسي قنقر القدس العتيقة زهرة المداء وغرة الأماكن وعرض النبوات والنبوآت مدينة التاريخ وعاصمة العواصم القدس الشريف حاضنة الأقصى والصخرة والقيامة مدينة المعراج والبراق ودرب آلام النبي عيسى عليه السلام في الصعود إلى الجلجلة وموطنه وهو الشهيد الأول والفدائي الأول القدس بوابة الأرض إلى السماء ونحن سدنتها الأوفياء وستبقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة